قال توني بلير ممثل المجموعة الرباعية الدولية التي تشرف على عملية السلام في الشرق الاوسط انه ناقش مع رئيس الوزراء الاسرائي بنيمين نتنياهو السمح بدخول المواد اللازمة للفلسطين في قطاع غزة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية مع استمرار منع وصول الاسلحة والذخيرة للمسلحين في القطاع واضاف في مقابلة خاصة مع بي بي سي انه يأمل في ان تغير اسرائيل سياستها بشأن القطاع قريبا اذا فكرنا بمنطقية فلابد من وقف دخول السلاح الى غزة ولابد من السماح بدخول المواد اللازمة لكي يمارس الناس حياتهم الاعتيادية واعتقد ان هذا هو افضل اسلوب لمنح سكان غزة بعض الرفاه والامل وهو افضل اسلوب لعزل التطرف